خليني بس ايه اقول لحضراتكم قبل مختب الاهلي نيوز روم الجديد فيما تعلق بالاصابات عندنا طبعا اصابة السلية ناس بتسأل عندنا اصابة احمد عبدالقادر السلية ان شاء الله باذن الله حاجة خفيفة يعني السلية باذن الله ان شاء الله طبعا هو هيخضع لفحص طبي بناء عليها يتقرر حالة مدى اصابته والبرنامج العلاجي او التأهيلي اللي ممكن يكون محتاجه السلية لكن باذن الله ان شاء الله مش هيغيب كتير السلية مهم جدا تواجده شوفوا فيه لعيبة جوه النادي الاهلي لو قاعد في قط اللبس ومش هيلعب مطش بالنسبة لي التواجد بتاعه في منطقة الاهمية عندنا عمر السلية عندنا الشناوي عندنا ممكن ادخل معهم ياسر ابراهيم عندنا انا بكامع مستوى الخبرات اللعيبة لعبة فاينال افريقيا زي صباح الخير احمد عبدالقادر طبعا لعيبة بالنسبة لهم مفيش هيبت ان انا رايح العب فاينال افريقيا انا بلعب فاينال افريقيا كل سنة ولعبت مع اكبر اندية القرى خدت الفاينال من الزمالك خدت الفاينال من الودات خدت الفاينال من كايزر شيفز المرة الوحيدة اللي اخفقت اخفقت في ظروف جير طبيعي فبالتالي اللعيبة الخبرة دي مهمة جدا مع اللعيبة اللي بتلعب سنة اولة او سنة تانية نهائي دوري ابطال لكن باذن الله السلية موجودة ان شاء الله ممكن كمان ممكن يبقى ورقة موجودة مع مصر مصر كولر هو يقرر بقى يبدأ به يحطه على خد بالك السلية كمان في النهائيات بالذات فعال جد يعني السلية مسجل في الزمالك هدف الافتتاحية السلية مسجل في كايزر شيفز في المباراة بتاعة المغرب فاينال نجمة العشرة مسجل هدف التاني اعتقد ففي المباراة الكبرى تلاقيه ولعب عنده خبرة ولعب كبير كابتن من كابتن نادي الاهل معلول طبعا ما قدرش انسى معلول عشان برضو ما قلت موتش اسمه خبرة كبيرة جدا 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 مع نادي الاهل المغرب بالنسبة لعبدالقادر مش واضح المعلوماتي بتقول ان ان شاء الله بإذن الله قبل مطش الترجي ذهاب ممكن جدا انه عبدالقادر يبقى جهز يعني فيه محاولات كبيرة انه عبدالقادر يتجهز بس هو بعيد عن حسابات مطشين الدوري لكن قبل مطش الترجي لانه عبدالقادر كان واحد من اهم مفاتيح اللعب الاهلي في الفترة الاخيرة يعني انا بشوف انه على مستوى الخط الامامي يمكن تكون اهم لعيه في الفترة الاخيرة الشحات عودته مكسب عندك ريدا سليم برضو جاهز برسيتاو ان شاء الله بإذن الله يجيب مستوى في المطشين اللي جايين وهي فرصة لتجهيز اللعيبة اروان عطيه يجيب مستوى برضو في المطشين اللي جايين فرصة كمان لتجهيز اللعبين لكن خلينا قابل نقول ان شاء الله بإذن الله ربيع بيرجع في مطش الاتحاد خلاص خلص القاف بتاع مبارح عندك في الدفاع النهاردة ثلاثة اوراق مهمة جدا واعتقد ياسر كمان ممكن يدخل في الحسابات قريفة ما بقاش فيه القلق اللي كان عندك في خط الظهر قبل كده هم كانوا اتنين مفيش غيرهم بعد كده عادة توظيف عندك ربيعة وعبد المنعم النهاردة لما نتكلم على متولي ومستوى الهائي الحقيقة اللي رجع به اعتقد مطش مبارح كمان هيددله دفع كبيرة جدا وياسر ان شاء الله مع عودته تبقى اكتملت الصفوه بشكل كبير جدا ويدخل بعد كده بقى بالتدريج أليو جانج في الحسابات ولو ان الحقيقة خط نص النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله بقى الف خير طيب